مؤتمرات تعقبها مؤتمرات ولا تقدم على الأرض في سبيل إنهاء الصراع اليمني الذي خلف أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالميا منذ عقود آخر المؤتمرات بشأن الصراع اليمني كان مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة بهدف جمع ما يقارب أربعة مليارات دولار من أجل تجنب المجاعة في اليمن وعلى الرغم من نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومطالبته دول العالم بالتبرع وتحذيره من أن خفض المساعدات الإنسانية يعد بمثابة عقوبة إعدام لعائنات يمنية بأكملها إلا أن المؤتمر لم ينجح سوى في جمع تعهدات بالتبرع بمليار وسبعمائة مليون دولار ما يعني أقل من نصف المبلغ المراد جمعه ولعل ذلك ما دفع جوتيريش إلى القول أن هذه التعهدات مخيبة للأمال وإن أفضل ما يمكن أن يقال عن نتائج مؤتمر هو أنه يمثل دفعة أولى تحتاج إلى تكثيف الجهود لاستكمال المبلغ المستهدف وبعيدا عن قيمة ما تعهدت الدول المانحة بدفعه يؤكد وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس في تصريحات على هامش المؤتمر أن المساعدات المالية وحدها لن تكون قادرة على حل معضلات الأزمة اليمنية وأن الأمر يتطلب تغييرا في سلوك المجتمع الدولي إزاء الحرب الأهلية التي تفاقمت إلى حرب بالوكالة مستمرة منذ سنوات بين أطراف إقليمية وبحسب منظمات حقوقية دولية فإن في اليمن ستة ملايين شخص نصفهم من الأطفال محرومون من المياه النظيفة للشرب ويعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء ما يعني بحسب محللين أن على المجتمع الدولي أن يحدد هدفه بدقة وأن يسعى إليه بكل السبل فالحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي هي أساس البلاء في اليمن وإنهاء الحرب يعني تخفيف المعاناة وفتح الباب أمام واقع جديد يضمن للشعب اليمني ما يستحقه من حياة كريمة